مليار يورو فقط هي عائدات السياحة في تونس منذ مطلع العام الحالي هذه الحركة في المدن السياحية والصخب في شوارع السهر وحجوزات الفنادق تؤكد أن عدد السياح في ازدياد وتوحي أن القطاع يتعافى من آثار الهجمات التي ألمت به عام 2014 لكن الواقع مختلف تماما فقدنا 20% من قدراتنا في قطاع الفنادق بسبب إقفال العديد من الفنادق الصغيرة والمتوسطة التي لم تصمد أثناء الأزمة الأماكن الأخرى عانت من الركود واضطرت إلى تقليص نفقاتها والحد من الخدمات المقدمة للزبائن ما أضر بصورة البلاد وأوحى للزبائن بأن فنادقنا ليست على المستوى المطلوب لم تحقق الفنادق الكبرى أرباحا مرضية تعوض خسائر السنوات الماضية خسائر دفعت أصحاب الفنادق إلى الاقتراض لتغطية نفقات التشغيل وإلى التحايل على القانون في بعض الأحيان فالقانون التونسي يلزم الشركات السياحية بإبقاء أرباحها في البلاد بالعملة الصعبة غير أن بعض الشركات أودعت أموالها في الخارج لتفادي دفع الضرائب وتجنب القيود المفروضة على حركة العملة السوق السوداء تستقطب على الأقل 30% من العملة الصعبة حن الوقت لنحصل أموالنا وسنكون صارمين وإلا لن يستمر دعمنا لهذا القطاع الوعد قد لا تستمر المصارف وشركات الإقراض بتقديم التسهيلات للشركات العاملة في السياحة بسبب نقص السيولة ما يعرض 800 ألف عائلة تعتاش منه لخطر فقدان المداخيل ويفقد قطاع السياحة صفة القطاع المدلل في الاقتصاد التونسي موسيقى